يعطيكم العافية مشاهديننا نستمرين معاكم بفقرات ليالي الكويت شفنا الأشياء الجميلة والناطعة اللي زينت استيديو ليالي الكويت طبعا صاحبة هذا المشروع والذوق الراقي الأستاذة غدير خاجم الساعة الله بالخير ونورتين في ليالي الكويت مرساكم الله بالنور أهلا وسهلا فيك نورتنا في ليالي الكويت وبصراحة يعني تولي قادة أقولها بصراحة أنت وعالتي بداخلين أنا عيني على الصحة عاليكم بس عافية حبيبتي الله يسلم يعني ما شاء الله عليش صيدة أعمال ومزوجة وأم الأولاد حلوين الله يخليك يعني ما شاء الله عليش شون قادر تديرين هالبيزنس الحلو وعندش أنا عارفة مشروعين ناجحين مشروع ورد ومشروع مطعم صالة بوتيك شون قادر توفكين بين هذا كله لازم يكون يعني أنا دايما عندي أن رائد الأعمال أو صاحب عمل لازم عنده من بعض المواصفات لتأهله أنه يقدر يكون رائد عمل أو بزنس بزنسمان أو ومن فمن ضمن المواصفات أنه عندك القدرة على تنظيم الوقت تقدرين تركزين وتنجحين في كل مكان إذا ما عندك هالصفة شوي رح يكون صعب فالحمد لله يعني خلينا نتكلم شوي بصراحة السوق الكويتي وائد صعب شرس لوق الكويتيين وائد صعب عندنا المطاعم تارسة ديرة شون قدرت أنت تنفسين هالناس كلها؟ موي شي يعجبهم بعد الآن طبعا وقدرت تضعين بصمة في المطاعم اللي أنت قدمتها منها طبعا سالة بوتيك أول شي إحنا بدايتنا كانت ممتازة بالنسبة لنا كان تحدي لأنه ب2009 إذا تذكرون كان وقت لكرايسز عدل الأزمة الاقتصادية كان عندنا بالنسبة لنا تحدي إحنا ننجح أو إنا ما رح نقدر نكمل لما حققنا النجاح اللي الحمد لله يعني الكل شافه صار عندنا تحدي اللي هو التحدي شون أنت تقدر تبرز نفسك لا وبلشتي بوقت صعب يعني أنت ما بلشت بأي وقت يعني بالضبط فهذا بالنسبة لك يعني بروحها هذا تحدي فبالتالي علشان أنت يعني تكون لك بصمة لازم تطورين يعني هذا واحد من أسرار نجاح أي بزنس أنه أنت عندك بيجن رؤية لي جدا شون تقدر تطور مشروعك ما يتم على نفس وضع لأنه بيون ناس صغيرك فلازم تكون أنت أبديت تكون متجددة في كل شيء تطرحين بس شون اللي يميز الأسالة بروتيك شون شغلات التقديمين ميزتش عن الثانين هو من الأساس فكرتها كانت فريدة من نوعها يديدة ما كان في شيء اسمه سلطة كطبق رئيسي عشان شديد تلاحظونا الطبق يعني راهي كبير راهي يمبين راهي وبلش عبدالله بلش وعليك على فكرة هذا من The Best Dishes هذا حلو اسمها لغي وبي غدير فعادة أطباقنا تعتبر كبيرة فيها كل شيء يدام تبينا إن كان سوشي إن كان ستيك اللي تبينا موجود على الصرطة فهي فكرة أصلا يديدة غدير أنا سافرت برا على حين لما يقولت الباست أكل إيطالية صح؟ أنا أكلها في الكويت ألف من برا صح شلون أنت تحطون يعني أنك هماراتكم بهارات ومشون تخلون يعني الأكلة يعني حتى لو أنها ما كانت كويتية تسوونها أحلى يعني تناسب الدوق الكويتي مثل ما يقولون شلون توصلون العقوننا والبطولنا؟ أهم شيء أنا بقول لهم سر ترى ما حد يدري عنه هذا السر أننا أحنا ما اعتمدنا على ماستر شف أحنا اعتمدنا على أور تيست يعني كل واحد طالع أحنا شركة كل واحد طالع من بيت التيست عندنا عالي إحنا الكويتين معروفين ذوي قيل أحنا أحنا علشان شذي الإكسبيلينس مالتنا تجاربنا الشخصية في بيوتنا نقلناها إحنا اللي دربنا لستاف فما عندي ماستر شف بس يخترب أو عفوا بس يروح يخترب عندي الطعم الطعام مالنا إحنا علشان شذي هذا اللي أنت قعد تكلم عنه شون درتي توصليني للطعم لأن الطعم إحنا اللي نسوي يعني لما سويني الطبق هذا تستشيرين ناس مثلا نضوقينهم إياه شونه تابون نضيف شون تابون نحط طبعا تستشيرينهم يبت ناس فود كريتيك اللي يهما ناقدين الأكل يبت ناس عاديين يبت ناس من أهلنا من داخل الكويت من داخل الكويت سوينا تستنج لمدة 6 شهور علشان نقدر نوصل للطعم اللي يرضي جميع الأدواء حلو حلو زين غدير الحين أبي يعني أنتقل معاك للمشروع الثاني عندنا جدا ست أب كويت اللي هو طبعا يعني هو في ورد ما ورد وشغلات شدي متخصص متخصص بالورد نبيش تكلمين يمكن عن هذا المشروع شون بلاشت فيه شلون ياتش الفكرة وشنو أكثر زباني يطلبون أكثر شيء الورد حق أي مناسبة أول شيء أنا ودي أقول هذه النصيحة لأن إحنا ما شاء الله عندنا انتر فينورز اللي هما الرواد بالأعمال بالكويت دائما بحثوا عن شيء لحاجة بالمجتمع إحنا مجتمعنا الكويتي يعتمد وايد على الاستقبالات على الأفراح عندنا هذه المناسبات وايد مهمة ندفع فيها ونبي أنه يكون شيء وايه لأنه نحب النزاكة بشكل عام فهذا هالنوع من البزنس نوجد بسبب حاجة بالمجتمع لما يبنى شفنا أن كل واحد فينا خصا بالولادات بالحفلات نحتاج بعض الأمور فإحنا كشركة نظم لكل الجهات بدلا أن تذهب لحق الورد بروحها وتذهب لحق الحلب بروحها وتذهب لحق الخدمة بروحها كلها مع بعض فكرة نتحدث مكان واحد وإحنا نلويد تكون المشوشة لا تدري ما تبني أقعد معها أعرف تعطيها أفكار وأفهم ما تبي بالطب يعني من خلال حديث يعني مجرد تقولك المناسبة مثلا تقولك عندي استقبال على الطول أنت رح تحطين مبارك أنها لازم حلو ولازم قهوة ولازم كذا ولازم هذه مع الجنات هي يعني هي مو بها سهولة هي مثل كمستري تقعد مع العميل وتفهم من خلال كلامه حتى ممكن مو مباشر بس أنت تفهم هو شنو يحب يحب شي الغريب يحب 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 البسيط لازم بالنهاية خصة إذا كانت حامل والده الهرمونات تدرين فلازم تكون يعانق شنو بتجهز شنو بتعدش يكونون عن أصابهم فأنا يعني مثل مخاطر مرة بحث تجار فلازم أكون دبلوماسية وسياسية وأفهمهم هذا الحريم لي رياي في عندي شزبائن رياي لي في بس يكونون دائما مع حريمهم ولاحظ شبت شلو دائما المرة هي وعري إيوني وفي مثلا أنا أستغرب حتى بس بعدين أقول لي يعني حلو أن الريال هم يشارك مرتفة في هذه الأمور دائما عندنا ثقافة أن المرة سوي كل الأمور هذه بس لما أشوف زوج مع زوجته ويبدي راية لا أنا أحب الذهبي أحب بالأطقم الفضلية عرفتي فتقولين عندهم محس بالذوق الكويتين فاجئون دائما لأنه يدخل واحد يشتري بوتيك 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 أنا دائما البوكيت يحك زوجته شنو الشغلات مثلا اللي يطلبها مثلا مميزة أو أغرب طلب ألوان الورد هتكون معينة على ماضن يعني أحيانا شوفي ما في يعني ماكو شيء اسمه غريب بس الريايل دائما يروحون حق الستاندر يعني أغلب بالريايل مو نفس الحريم الحريم عندهم اطلاع أكثر يشوفون الإستجرام يشوفون السوشيال ميديا فيابون يشوفون أشياء يديدة فإحنا نلبيلهم هم أصلا يساعدون على أن نحن حتى نطور من نفسنا علشان شدي دائما تنطور من نفسكم زبون تيش المميزة والدائما أم سوزان وانجلة تحية حيث هذا صورة حصرية مع وردها يعني شوف سوزان أنا عارفة شخصيا واشتلت معها ممكن أكثر من عمد رامي شنون قدرتي تستغضبين هالعملات لأن سوزان ترذوقها صعب صراحة شنون قدرتي تيبينها أنت ما تدري شنون والله بناتها الليوني هي بنتها اللي يعني أموت عليها عقوب شبتها بالاستقبال يعني يعني إيه بروح يعني لو شايف بس شون يعني شجعتني بكلمتين شون قالت تنسيق تشروع أو شي وفي شي يديد بعد ما تدرون عنه حفيدتها إن شاء الله بعد عندي بالاستقبال إن شاء الله وإذن كم يعني رح تشيل حفيدت حفيدتها هالمرة شايع حفيدتها إن شاء الله المرة الياية طريقة الإعلانات مالتكم حين يمكن أكثر الناس توجهوا سوشيال ميديا إن شاء الله أنت مع هالناس أو عندك إعلانات عن طريق الجرائد أو شي حخاصة لما تفتح مشروع يديد شون تعلينا عنها شوف كل مشروع يحتاج نوع من أنواع التسويق ويعتمد على شريحات معينة حكسة السوشيال ميديا الإنستغرام هي أقوى لا تحتاج إلى الوسائل التقليدية التي كانت جريدة أو تلفزيون لكن في مشاريع أخرى يتوجب عليك خاصة إذا كان إنت إنترناشنال مثلا سالة بوتيك حلوة الدعاية فيه مثلا سيزنز معين مثلا رمضان أو غيرها لكن كل واحد يختلف في التسويق له طبعا قاعدتك ما تمل والأطباق كل طبق أشهر من الثاني وطبعا هو مركز طبعا نتمنى لشكل التوفيق في المشروعين نورتنا في لعلي الكويت لكن قبل أختم معات ودي يعرف شلو الكرتون اللي تحبينا لأننا بعد شوية مقابلين الفنان الصيني سيكي اللي هو مسوي البابايات هذه كلها فلونا ولوسي قاعد أقول لهم أحلى شيء أن أنا اليوم بليالي الكويت وشفت شخصية لأني ذكرنا بأيام طفولتنا أنا أحب سندي بادوايد وعرفت أن هو حتى يمسوي بعض حلقات فلونا فلونا ربونسون وش اسمها الثانية موسالي ولوسي خذيت من تذكار حلو وايد وايد استنست أنه معي بالحلقة لا تمشي اليوم خلتوا إياه تابع الحلقة في الاستراحة شكرا للا حضورك مع الولاي الكويت مشاهدين لا تروحوا نبعيد نكملين فقراتنا ومعانا بوشميس بوشميس تابع